وهي بالأساس لا أصل لها ولا واقع وبين بين أبرز تلك الأمور هي بناء القبور وتشييد المراقد وتخصيص طقوس ومراسم صوت شيعي يتبع للمرجع الديني محمود الصرخي مرجعية لها وزنها على الساحة العراقية دعا في خطبة حملت اسم خطبة القبور والمزارات إلى رفض اعتبار المزارات وبناء القبور من الرموز الدينية لأنها ليست من الإسلام خطبة لاقت الكثير من الهجوم من قبل تيارات محسوبة على إيران أجبر الحكومة على اتخاذ قرارات بحقه لم تتأخر قوات الأمن العراقية فألقت القبض على علي المسعودي وعدد من أتباع الصرخي كما أصدرت مذكرة باعتقال المرجع الديني الشعي محمود الصرخي نفسه تبقى من مكتب الصرخيين في مدينة القاسين شوف ها أعطاء حبل المحتجون الغاضبون على خطبة المسعود في أنحاء متفرقة من العراق أغلقوا عددا من المساجد والمقرات التابعة للصرخي كما أضرمت النيران بعدد منها في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية الوجود الإيراني في المنطقة وهو المتضرر الأكثر من إثارة أفكار تبني عليها وجودها في الشرق الأوسط وتعمل على تجنيد كثير من أبناء المنطقة العربية لخدمة مشروعها التوسعي فهل يمكن أن ينعكس ما يحدث في العراق على الميليشيات التابعة لإيران في سوريا؟ اشتركوا في القناة